نروح الروح ونرجع مرة أخرى لنتحدث بألم عن الفساد وفي كل مرة يطل علينا رئيس السلطة التنفيذية ليبشرنا أننا شكلنا لجنة عليا لمكافحة ومحاربة الفساد كل الوليادات الرؤساء الله يكتب سلامتهم قالوا لنا بهذا واشتهدوا وكنا نراقبهم وكنا نمن النفس بأننا في لحظة نصدق أن الذي يجري حقيقة أو أننا سنذهب إلى إجراءات حقيقية إجرائية تنظيمية فاعلة في محاربة هذه الآفة التي جعلت هذا البلد مهزلة أمام العالم من أغنى شعب على الأرض إلى ثلثه تحت خط الفقر والثلثة الآخر بطالة والثلثة الآخر عايش على المغذي لماذا؟ لأن الولد الكبار لا يستطيع أن يمر عليهم هم الذين يظهرون بالتلفزيون يقولون على الحرامية وهم الذين يقولون بالقيم وهم الذين يقولون بالمبادئ وهم الذين يقولون بالشرف وهذا ذكرني بسالفة قبل أيام النظام السابق كان جيش شعبي هناك واحد اسمه محيسن يرقضون وراه محيسن حاير الضيمة وحاير بعيشته وماذا يدبر يومه وماذا يدبر إيجاره والولد يردونه جيش شعبي كذهم محيسن راح محيسن أخذهم محيسن لجبه رد محيسن يوم النخوة ميلاد القائد يوم الصحوة خفر بالفرقة طقت روح محيسن يريدي يعيش اجي الامة قالها يامة أنا بعد لا روح جيش شعبي ولا روح للفرقة ولا روح لهذا أنا ملييت قالت لامة شلو الشكلهم قالها يامة هاي البسطال هاي الجواريب هاذا النطاق وهاي البدلة روحي وديها الولاد وقل لهم حيسن بطال هاي شي سوي له أخذت قونيتها المرأة وراحت للرفيق ها حدي يا أامري قالت لامة محيسن يقول بطلت قال لامة شون بطلت قالت لامة بطلت قالها يامة لعد القيم والمبادئ قالت لامة كلين بلقونية محيسن حطل هسه نفس الشي القيم والمبادئ كانوا يصرفون عليها الجماعة هم بالقونية بس قونية بحيسن كان بيها بسطال وبها جواريب وبها نطاق هس القونية بها دولارات الولد يحط ويفرر يحط ويفرر وبلا حياة لذلك عندما آلن السيد الكاظم الثلاثاء الماضي عن تشكيل لجنة لمكافحة الجرائم الكبرى والتي حسب ما جاء في البيان لمحاربة كبار الفاسدين يعني الكثيرون يسمونهم حيتان لكن أنا ما أسميهم حيتان لأن الحوت عظيم في خلق الله جعله وجعل فيه فوائد أنا أسميهم قرود الفساد لمحاربة هذه القرود والقراد الذي يعيش على دمائنا ولكن العراقيين يستفزون كثيرا عندما تذكر لهم كلمة لجنة اللجنة يعني التسويف ويعني المماطلة ويعني المزيد من الثراء وتعني المزيد من الصفقات هل سأنا مولي أنه أنا افتهم وقوله بس دني كالظناه البدينا وعشناه وحده وحده ولذلك الكاظمي عندما يقرر هناك فرق بين أن تكون تنظيرية قضية اللجنة وأن تكون إجرائية وبذلك الكاظمي يسير على خيط رفيع جدا عندما يدخل هذه المهمة وقد تكون حياة الكاظمي مرهونة تماما بهذه اللجنة أما أن ينجح وعندما يكتب له النجاح فأنه قد نفذ إلى الضفة الأخرى وقد نشهد ولادة قائد حقيق انتظرنا طول 18 سنة أما إذا رد على التهديدات الولد فسيعود خائبا حائرا لن يجد طريقا آخرا يسير به أسفل أسفل اجنب هياً بحاياً هذا هياً لنحو هياً من يسير هياً هياً هياً